السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة إلكترون رسيس اليوم إن شاء الله سوف نقوم بشرق غسالة سحون هاير والتي جاءت بالضكاء الصناعي وسيكون لها عدة فيديوهات إن شاء الله في الأسابيع القادمة لا تنسوا اشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على الزر لايك ولا تنسوا انضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك ستجدون رابط صفحة أسفل هذا الفيديو لنتابع الشرح مرحبا مرة أخرى أولا نقوم بتغيير الغسالة ثم نمر لشرح أول برنامج أول برنامج هو برنامج قصادي هذا البرنامج الأولى التي تكون عادية إلى شديد الاتساخ والتي بها بقايا الطعام جافة أو متيبسة أو ملتصقة وهذا البرنامج يتمتع بكفاءة عالية من حيث السهلاك الطاقة والماء مدة هذا البرنامج 3 ساعات و 59 دقيقة ودرجة الحرارة فيه 45 درجة مئوية أما السهلاك الماء فيكون 9.5 لتر والسهلاك كهرباء هو 9.94 كيلوات في الساعة البرنامج التالي هو برنامج عام هذا البرنامج الأولى التي تكون خفيفة إلى عادية الاتساخ والتي بها بقايا الطعام غير جافة أو متيبسة أو ملتصقة وهذا البرنامج مناسب للإستعمال اليومي مدة هذا البرنامج ساعة و 10 دقائق ودرجة الحرارة فيه 60 درجة مئوية السهلاك الماء في هذا البرنامج 15 لتر والسهلاك كهرباء هو 1.5 كيلوات في الساعة البرنامج التالي هو برنامج مكتف هذا البرنامج الأولى التي تكون شديد الاتساخ والتي بها بقايا الطعام جافة أو محروقة أو ملتصقة والتي تحتاج درجة الحرارة عالية ولا يجب أن نضع فيه الأولى الحساسة مثل الزجاج والخزف وغيرها من الأولى الحساسة التي لا تحتاج درجة الحرارة عالية مدة هذا البرنامج ساعة و 27 دقيقة ودرجة الحرارة فيه 75 درجة مئوية السهلاك الماء في هذا البرنامج 17 لتر والسهلاك كهرباء هو 0.94 كيلوات في الساعة البرنامج الذي يليه هو برنامج الدكاء الصناعي هذا البرنامج الأولى التي تكون عادية إلى شديد الاتساخ والتي بها بقايا الطعام جافة أو متيبسة أو ملتصقة وفي هذا البرنامج يستشعر الجهاز كمية الأوساخ الموجودة في الماء ثم تقوم الغسالة بزيادة الوقت أو نقصانه وزيادة الحرارة أو نقصانها على حسب درجة الاتساخ الأواني مدة هذا البرنامج ساعة و40 دقيقة ودرجة الحرارة فيه من 45 درجة إلى 50 درجة مئوية السهلاك الماء في هذا البرنامج من 9 لتر إلى 12 لتر والسهلاك كهرباء من 0.9 إلى 1.4 على حسب درجة اتساخ الأواني البرنامج التالي هو برنامج الشطف الأولي هذا البرنامج نستعمله ترطيب الأواني وليس لغسل الأواني يعني إذا كانت لدينا الأواني متيبسة أو ملتصقة كالمقالي والقدور وغيرها من الأواني التي تحتاج إلى ترطيب نقوم بترطيبها في هذا البرنامج ثم نقوم بغسلها في برنامج آخر مثل مكتف أو اقتصادي أو برنامج تلقائي مدة هذا البرنامج تكون 10 دقائق ولا توجد فيه درجة حرارة السهلاك الماء في هذا البرنامج دائما تكون 4 لتر والسهلاك 4.01 كيلوات في الساعة البرنامج التالي هو برنامج الساعة هذا البرنامج الأواني التي تكون خفيفة إلى عادية التساخ والتي بها بقايا الطعام غير جافة أو متيبسة أو ملتصقة مدة هذا البرنامج ساعة واحدة ودرجة حرارة فيه 65 درجة مئوية السهلاك الماء في هذا البرنامج هو 10 لتر والسهلاك كهرباء هو 1.18 كيلوات في الساعة البرنامج الذي يليه هو برنامج سريع هذا البرنامج الأواني خفيفة إلى التساخ والتي بها بقايا الطعام غير جافة أو متيبسة أو ملتصقة وهذا البرنامج لا توجد فيه مرحلة تجريف نهائي مدة هذا البرنامج 30 دقيقة ودرجة حرارة فيه 35 درجة مئوية استهلاك الماء في هذا البرنامج 10 لتر واستهلاك كهرباء هو 20.8 كيلوات في الساعة البرنامج الذي يليه هو برنامج صامت هذا البرنامج الأولي التي تكون عادية إلى شديد التساخ والتي بها بقايا الطعام جافة أو متيبسة أو ملتصقة وهذا البرنامج مناسب للإستعمال الليلي وهو برنامج مصمم لتقريم مستوى الضوضاء الغسالة مدة هذا البرنامج 4 ساعات و 15 دقيقة ودرجة الحرارة في 55 درجة مئوية استهلاك الماء في هذا البرنامج 9.5 لتر واستهلاك كهرباء هو 1 كيلوات في الساعة ونمر إلى برنامج الغسل منطقة المرينة هذا البرنامج يمكنك من غسل الأواني الحساسة مثل الزجاج والخزف وغيرها من الأواني الحساسة مع الأواني التي تكون ملتصقة أو متيبسة أو محروقة مثل القدور والمقالي وغيرها من الأواني التي تحتاج ضغط مكتف بحيث الأواني الحساسة نقوم بوضعها في السلة العلوية والأواني شديدة الاتساخ نقوم بوضعها في السلة السفلية يعني هذا البرنامج به برنامجين في برنامج واحد مدة هذا البرنامج ساعتين وعشر دقائق ودرجة الحرارة في 60 درجة مئوية استهلاك الماء في هذا البرنامج هو 15 لتر واستهلاك كهرباء هو 1.5 كيلوات في الساعة ثم نمر إلى آخر برنامج آخر برنامج هو برنامج الذكاء الصناعي هذا البرنامج للأواني التي تكون عادية إلى شديدة الاتساخ والتي بها بقايا الطعام جافة أو متيبسة أو ملتصقة وفي هذا البرنامج كذلك الجهاز يستشع كمية الأوساخ الموجودة في الماء ثم تقوم الغسالة بزيادة الوقت أو نقصانه وزيادة حرارة أو نقصانه على حسب درجة التساخ الأواني مدة هذا البرنامج ساعتين و41 دقيقة ودرجة الحرارة فيه من 65 درجة مئوية إلى 75 درجة مئوية واستهلاك الماء في هذا البرنامج من 9 لتر إلى 12 لتر واستهلاك غرباء من 0.9 إلى 1.4 على حسب درجة التساخ الأواني بعدما قمنا بشرح برامج نمر إلى الأزرار الزر الأول هو زر واي في هذا الزر لربط الغسالة بالهاتف والذي سيكون له فيديو إن شاء الله في الأسابيع القادمة الزر التالي هو زر تجفيف الأواني هذا الزر يسمح لك بزيادة تجفيف الأواني إذا كنت تريدين تجفيف الأواني أكثر أو إذا كنت غير راضي على تجفيف العادي للبرنامج وإذا قمنا بالضغط على نفس الزر لمدة 5 ثواني فإننا نقوم بتفعيل قاسية قفل لوحة تحكم على الأطفال وإذا أردنا إلغاء القفل نقوم بنفس العملية نضغط مطولا لمدة 5 ثواني الزر التالي هو زر فتح الباب أوتوماتيكيا بالضغط على هذا الزر فإن وقت جميع البرامج يزداد وستقوم الغسالة بفتح الباب أوتوماتيكيا في آخر البرنامج الزر التالي هو زر نظافة الفائقة أو التعقيم بالضغط على هذا الزر فإن درجة الحرارة داخل الغسالة ترتفع إلى أقصى درجة ممكنة والحفاظ على هذه الدرجة إلى أطول مدة ممكنة للحصول على نظافة فائقة والتعقيم يصل إلى 99% للقضاء على الفيروسات والبكتيريا والمواد مسببة للحساسية الزر التالي هو زر نسف حمولة هذا الزر إذا كانت لديك الأواني قليلة وتريد نغسلها في الغسالة نختار البرنامج الذي نريد غسل في الأواني ثم نضغط على هذا الزر لاختيار السلة المناسبة لنا لوضع فيها الأواني وباستعمال هذا الزر فإننا نقوم بتوفير الطاقة والماء الزر الذي يليه هو زر تخير تشغيل هذا الزر يمكنك من ضبط الغسالة على الوقت الذي تريد أن تشغله في الغسالة مثلا إذا قمنا بضبط الغسالة على ساعة فإن الغسالة ستشتغل بعد مرور ساعة أو إذا قمنا بضبط الغسالة على ساعتين فإن الغسالة ستشغل بعد مرور ساعتين وآخر زر هو زر البدء والإيقاف نختار البرنامج الذي نريد غسل في الأواني ثم نضغط على هذا الزر لبدء الغسالة بغسل الأواني وإذا أردنا إلغاء البرنامج الذي قمنا باختياره من قبل نقوم بالضغط على نفس الزر لمدة 3 تواني حتى تقوم الغسالة بإلغاء البرنامج الذي قمنا باختياره من قبل أرجو أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا اشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على الزر لايك ولا تنسوا انضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك ستجدون رابط صفحة أسفل هذا الفيديو إلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة